بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بإذن الله تعالى هنعمل الليلة الفراخة البيكاتة مع صوصة المشروب دي بنقدمها مع المكرونة للسباكتة لكن من غير أي صوص بصوصة التغم والزيت تمام وبعد كده عندنا صلطة الخضرات المشوية برضو إحنا لسه ما زلنا مع ناس السلطات ناس كثيرة طلبت كمية بتاعة صلطات حالهن دلوقتي بنحاول كل حلقة إن احنا نقدم نوع صلطة والحلوة المهاردة البابلي كيك أو البابلز كيك ودي كيكة سهلة جدا وكوناتها بسيطة جدا هي أشبه شوية للبسكويت أكثر من الكيك لكن إن شاء الله بإذن الله أحاجاتنا بتاعة الليلة تعجب السادة مشاهد إن شاء الله طيب يا شيف هنبدأ بأي طبق في الأطباق هنبدأ الأول بطبق الفراخة البيكاتة لكن خلونا قبل ما نبدأ نمشي نشوف المقادير ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر طريقة سهلة جدا احنا بنستخدم صدور فراخ خلناها من الجلد ومن العط بالطريقة دي تمام وهنبتدي نبطها يعني بالدج عليها كده دجة خفيفة بالكيس طبعا نقولنا كذا مرة احنا بلقطة الكيس عشان ما نهري اللحمة بتاعتنا عالى بسيطة كده الطريقة دي طبق البيكاتة ده يا دكتورة طبق ايطالي عشان كده المنطلع معاه مكرونة اسباكتي مستحسن يعني الحاجات بتطلع معاه المكرونة اسباكتي بيستوي على مرحلتين المرحلة الاولى ان احنا بنشوحه في الطاقة في الزيت وبعد كده بنرسوا وندخلوا الفرن يجعل بتاع اه اشرين دجيجة في الفرن وبنعمل له الصوص بتاعه بالجنبة اللي لم طلع معاه صوص المشروم عملناه وتاني بنعيده للسادة المشاهدين اه مو بتاخد زمن كتير لانو اصلا اه ما عارف بحيس انه كل ما تدوج اللحمة كل ما ما بتحتاج زمن اكتر في السواه بالضبط كده ما هي دي الفكرة ان احنا بنلج الفراخ علشان المسام الانسجة بتاعتها تتفتت شوية بتكون سهلة في عملية التسوية طريقة دي كده احنا كملنا الصدور بتاعتنا بعد كده بنبتدي نتبلهم وزي ما قلنا كل مرة دايما يا جماعة نراعي الفراخ لازم تاخد زمنها في التلاجة يعني احنا الفراخ دي عشان نعرضها مدجوجة ما بتحتاج كتير ممكن نص ساعة لكن طبعا لو الفراخ مش مدجوجة او زي ما هي الصدور جلنا اجل حاجة تلات اربع ساعات في التلاجة عشان الانسجة بتاعت اللحمة البيضة بيكون شوية متماسكة اكتر من اللحمة الحمراء كده الطريقة دي ويه اخر قطعة معنا ها احنا كده قلصنا الجوز الاول من وصفة الليلة اللي هي الفراخ البيكاتة كده انا جهزت قطع الجداد بتاعتي بعد كده ببتدي اجاهز الصوس اللي انا هتبل فيه ويه اجاهز الجريل اللي انا هاعمل فيها اصخانها شوية في اي طوة في البيت عادي جدا دي ميت بصل يعني ما شربت البصل واخدت المية بتاعته تمام حوالي زي ما شفنا مية مللي في المغادير اوكي وبديها شوية زعتر جاف وطبعا المطبخ الايطالي اللازم يكون موجود فيه الزعتر الجاف وشوية ملح وفلفل اوكي وشوية خل بسيطة اوكي المرة دي السواس ما فيه وليمون هنكتفي بالخل لا ما فيه وليمون زي ما احنا شفنا كده ملح وفلفل وزعتر جاف وزعتر بري مع الخل ملح وفلفل الطريقة دي بعد كده ببتدي اجيب قطع الجداد بتاعتي بخطها في التدبيلة بفضل انها تقعد جادر شنون احنا مقولنا زي ما قلنا من شوية انها تقعد بالطريقة دي في التدبيلة حوالي نص ساعة نص ساعة بس يعني كفاية جدا ايوة احنا طبعا عشان وقت البرنامج هنعمل على طول الحاجة بتاعتنا طوالي هنبتدي نسوي الفراخ معانا الاسازة عواطب من حلبة سامو عليكم السلام عليكم يا سيخ السيخ الحمد لله بالعالمين كيف اخباركم الله يخليك الله يكمل الله يخليك الله يخليك الله يخليك طيب ده بساعة من المخادير بتاعت المشبك دايما بيكون ملصق معاه في الناي المقطع بتاعة المشبك يعني طبعا دكتورة احنا طبعا الحاجات بتاعتنا كلها المخادير كلها نازلة ايوة نعم طبعا الزيت بتاع المشبك كل ما الزيت سخن كل ما طلعت ليك بسرعة وطلعت ما مشبكة ببعضيها وطلعت بالطريقة الهاشة اللي انت شفتها زي ما شيفت محمد عملها يعني هي السر الكل في الزيت حاول ان الزيت بتاعك يكون سخن ما يكون بارد بارد لا ايش ذاتي يعني العجنة بتاع المشبك ذاتي يعني مدافلاء بير مدافلاء سنة يعني قدروا ما طلبوا الناس ما طيب يا عواطف احنا عندنا صفحتنا في الفيسبوك بتلجي الوصفات كلها متواردة فيها والله انا ما عندي صلفت يعني ما عندي في الفيسبوك فالله احنا بننزلها ليك تاين يا أستاذ عواطف تابعينا ان شاء الله بإذن الله بننزل لك المخادير بالضبط زي ما قدمناها في الحلقة بتاعتنا وتجريبيها وترسليها لنا في البوست بتاع قطبه خورس اللي انت بتقولي ما عندها فيس ما عليش طبعا لو عندك حد جنب منك وعنده فيس ممكن ترسلينا عن طريقه برضو بسنا مكتير يا عواطف ان شاء الله هنحاول نلزلك الحلقة دي ان شاء الله زي ما انت شايفة كده انا بعفر القطع بتاعتي الطريقة دي زي ما قلت يا دكتورة المفهوض العملية دي تقعد نص ساعة أجل حاجة في التلاجة علشان الفراخ دي اخد الطعم بتاع التدبيلة تاني بعيد للنسة واصل التدبيلة دي عبارة عن موية بتاعة بصل وخل وملح وفلفل وزعتر بري وحلطنا فيها الصدون الفراخ بعد ما دجناها شوية كده عشان نفتت الانسجة بتاعتها وتساعدنا في عملية التسوية طريقة دي يا دكتورة كده 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 يبقى انا جهزت الجوز الاول من الصحن بتاعي بعد كده يا دكتورة بديها طبعا يا شيف الزحطر في دراسات مؤخرا بيتقول انه هو مفيد لغذاء العقل بالزات للطلبة اللي بيكون امدحاناتهم جربت ممكن يتناولوا الواجبات بتاعاتهم يخطوا فيها نسبة بسيطة من الزحطر أصلا طعمه جميل بساعدك انك تستذكر الحاجات اثناء الامتحان وبيجوي الزاكر ان شاء الله لا يا دكتورة احنا منخط شوية زيت في زي ما قلت انا ممكن في طاوة لو ما عندي جريل في طاوة وناخدهم طريقة دي كده لكن اتأكد تماما ان انا ما اكتر عملية التسوية يا دكتورة ان انا لسه زي ما قلت اخطهم في الفرن في الفرن تاني انا بس هلفهم لفة كده وبعد كده كمان يا شفي خرافة بتقول انه مفروض الانسان لو حاب انه ينقص وزنه من الساعة الستة ما يبدأ يتناول اي حاجة بعد كده يمتني عن الاكل فانا بقول لكم ان الحاجة دي ما صحيحة هي نعم انه هي بتنقص الوزن لكن اصلا من المفترض انه قبل ثلاثة ساعات من النوم انت ما تكون اتناولت حاجة عشان دسمك يكون يقدر يحرق الكمية اللي انت دخلتها تاني خرافة بتقول انه كل ما قللت النسبة او قللت الاكل بتاعك كتير كل ما انت وزنك نقص لا انا بقول لكم انه انت تقلل من الوجبات الدسمة فقط وتكتر من الوجبات اللي بتكون خفيفة غالبيتها بتكون فيتامينات او خضروات وفواكه وتكون خمسة وجبات في اليوم لفترات مرة بعدها وتكون حجمها مناسب معاك كده حاليا يعني كده انت وزنك حينقص بدون ما انت تشعر بدون ما تحسس روحك بانه انت جعان لانه كل ما حسس روحك انك انت جعان كل ما ترجع حترجع وزنك زيادة باكتر تماما دكتورة احنا كده ببتدي نحمر في القطع بتاعت الدكتورة قلت انا ما بسويها انا بس بكفل الدقيق بتاعي وليها برضو السادة المشاهدين عشان يكونوا متابعين معانا كويس بطريقة دي انا زي ما انت شفت كده دكتورة بكفل الطبقة بتاعت الدقيق اللي انا عملتها علشان بعد كده هرصها ودخلها الفرن كده يا دكتورة يبقى احنا جهزنا الدوز الاساسي في الطبقة بتاعتنا اللي هي الفراخ طبعا بعد كده بنشتغل في الصوص بعد ما ندخل الفراخ في الفرن والفراخ بتاخد التسوية بتاعتها في الفرن بنبتدي نجهز في الصوص طبعا هي بصومية بتاعتنا هي العامل ده سامة في الوجبة بتاعت الفراخ دي لان هي معمولة بالدقيق وفي نفس الوقت بتاخد تسوية شوية بالذات اول قبل ما تخش الفرن ده غير الصوص لسا احنا ما عارفين محتويات الصوص حتكون شنو ده اللي بيخلي ده اللي بيخلي انو الوجبة تكون دسمة طبعا احنا داخلنا على فصل الشيطة يا دكتورة والجسم بيكون محتاج معانا تليفون والسلام عليكم والسلام عليكم كيف يا ليلة كويسة ازاك كيف يا ابراهيم الله يخليك كيف الاخبار والسلام طيبين الله يخليك فضلي كل السلام انت طيبة وانت طيبة كيف انت اخبارك شنو الحمد لله اتفضلي يا ليلة طيبة يا شفر ابراهيم ايوة بسأل من الجيلاتين الجيلاتين اه ممكن في بديلة ولا ممكن اعمل في البيت شوفي الجيلاتين طبعا هو ليه طريقة بتتعمل في البيت تمام لكن انت لو ما لقيت الجيلاتين ممكن تستخدمي النشا كرفض مكان الجيلاتين يعني احنا في الوصفات اللي بيكون متحتاج جيلاتين ودارين نستغنى عن الجيلاتين بيكون البديل ليه النشا لان الجيلاتين ده بيطلع من عدة اشياء فيه طبعا بلاد بيطلعوا من الجلد بتاع او الدهن بتاع السمك من الجلد بتاع السمك فيه بلاد تانية بيطلعوا من الحوافر ويمكن ناس كثيرة تستغرب من القصة دي من الحوافر بتاعت الخيل يعني من الحوافر بتاعت الخيل بيطلع الجيلاتين وفيه ناس ممكن يطلعوا من شوف تنت الكوارع لو انت تستخدم الجيلاتين للاكل السخن لكن لو بتاكل الحلويات طبعا انصحك يا اما الجيلاتين البوضر يا اما الجيلاتين اللي هو الورق لو ما لقتيه تستخدم مكانه النشا لكن احنا في الاكل السخن لو عايزين نستخدم الجيلاتين ممكن من زي ما بنقول الكوارع اللي هي الكراع بتاعت البقر بتسالك فترة طويلة بيكون فيها النسبة لو انت تاكل الكوارع بتحس كده بان هي بتلزك بتطلع نسبة على الجيلاتين طبعا المصائل بتستخدمها وبتعالجها اه معالجة كيميائية لغاية ما بتطلع منها الجيلاتين اللي احنا بنشوفه اللي احنا بنشتغل بيه يعني ممكن نستعمل النشا بسموش النشا لكن انا بوعدك ان شاء الله بإذن الله برضو انا بفتش لكي لو لقيت لك الطريقة سهلة انها تتعامل في البيت انا بعملها قدام منك قدام الكاميرا ان شاء الله بإذن الله ايه تحت امرك تسلمي علينا طبعا فجدنا الاتصال ليلة عود الاتصال علينا على ارقام تواصلنا الزهرة اسفل الشاشة طبعا دكتورة زي ما انت شايفة كده احنا نهزنا قطع الجيلات بتاعتنا بكده يبقى احنا جهزنا زي ما قلت الوصفة بتاعتنا دكتورة ها يبتدي ندخل الفراغ بتاعتنا في الفرن نتكمل التصوية بتاعتها بالراحة في الفرن بعد كده بنبتدي نعمل الصوس نفها بالسلبر لانا ما داير اللون بتاعها ياخد لون الفرن تماما طب يا شايفين تلالة هتعمل لنا خضار مشوي انا بنصح بالخضار المشوي للناس المحب بنوزنه مزيد لان كل الكالوري فيه عبارة عن ستين كيلو كالوري ما بتأثر جدا في حين انه الانسان مفروض الطبيعي بتاعه من الف لحد الف ونص هي بتكون الف كالوري من الف كالوري لالف ونص كيلو كالوري هي دي السعرات الحرارية المفروض تتناولها خلال اليوم والخضار المشوية عموما بتحتوي على ستين سعر حراري فممكن تتناولوها اثناء الجوع لانه البرد اصلا بيفتح الشهية وبيزيد الشعور بالجوع طب يا دكتورة احنا كده جهزنا بالنسبة لينا الفراغ نبتدي نعمل في الصوس الصوس زي ما قلت عملها عن مشروم الدكتورة المشروم دا طبعا لو ما متوفر يا جماعة ممكن بنفس الطريقة اللي انا هشتغل بها من غير استخدام المشروم بدي برضو بيدي نفس الطعم وبيدي نفس التست للواجب الصوس بتاعنا بيعتمد اول حاجة بنخط له شوية زيت بناخد البصلة بنفرومها كده دي ما نفرمها كده ويبابتدي اشتغل في الصوس بتاعي بتاعنا بأكد للجسادنا مشاهدين بصل مفروم عندنا مشروم توم دا جيك احنا كذبين كريم الطاهي انا اليه لما جيت كريم الطاهي بالمناسبة في السوق بدي نفس النتيجة ونفس الشغل بالمناسبة يعني الناس ما تقول إحنا ما عندنا كريمة طهي أو المنطقة اللي إحنا فيها ما فيها كريمة طهي إحنا لو دارين نستخدم كريمة طهي إحنا باستخدم كريمة طهي عشان أكثر اللزعة بتاعة الصوس وفي نفس الوقت بتدي طعمي بصلاحة سامح فلو ما عندي كريمة طهي ممكن علبة بتاعة الجشطة العادية الموجودة في المحلات كلها بفقها بشوية لبن بالطريقة دي بتديني نفس الشغل بتاع كريمة الطهي كمان يشوفي كتير من الناس بيكونوا بيعانوا من الحساسيات من المشروع في يريد الناس تتأكد أول أنه هي ما عنده حساسية من المشروع حتى بعد ذاك يتناولوه المشروع طبعا دكتورة بيجي منه حاجات كتيرة جدا في السوق طبعا بيجي منه الفريش اللي هو الطازج وبيجي منه فروزين دلوقت كمان بيجي منه أكياس مدمدة وبيجي منه العلب اللي هو الشكل المتعرف عليه في معظم المحلات تمام؟ أخط البصل بتاعي كده أنا كده شغالة دكتورة بعمل في الصوص في رغب تحتي في الفرن تمام قلنا الماكارونا النهاردة هنعملها احنا بنسميها على اويلي أو ماكارونا بالزيت يعني ما فيها اي صوص لا صوص تماطم لا صوص هي بس كده ماكارونا بالزيت والطوم كده وبعد كده بنزل بالماشروم طب يا شايف احنا ممكن الماكارونا تتسلك طوال بدون معينها تتحمس شوية في الزيت تتسلك طوال كيف ما فيم تسلك يعني طوالت فيه يعني بالنسبة للماكارونا والرزة الاتنين ممكن ممكن عادي مكارونا مسلوقة تتحمس اول تتحمس مرغي ما تتسلك قبل ما تتسلك فيه ناس بيحمسوها اول حاجة في الزيت لا 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 حصل الواسطة دي كتير في كم بيت سوداني لا الشعرية لكن المكارونا انا اول مرة اسمعي كلام دي بصراحة يعني ان انا بحمس مكارونا قبل مسلوغها دي انا ما مرت علي نهائي ممكن الشعرية مساء الخير عليك يا رانيا انا السلام عليكم وعليكم السلام كيف لو عليكم كيف انت كويسة والله انا خيرا الحمد لله الحمد لله اتفضل يا راني سامعينك اولا يعني بشكرتم على البرنامج الجميلة وبشكر في باهي نسمية محمد اهلا وسهلا بي تسلمي كتير بنشكرك على متعباحتك تسلم الله يخليك والسؤالي هو انا عندي اختي لما تاكل اي حاجة ما بتتخدم لا عندك ادرك الشاي برضو ما بتخدم لا هي اصلا عندها مشكلة في المعدة اه تقريبا عندك مشكلة اه نوع المشكلة اش نوع قرحة اي نوع والله دست معدة تمام طيب عموما الناس اللي بيشتكوا من الام المعدة او عندهم المعدة بتاعتهم بتكون ما مستقرة دايما بيقول لهم انه الوجبات الدهنية كتير ما يتناولوها الحاجات اللي فيها غازات كتيرة زي المشروبات الغازية عموما يبتعدوا عنها كمان الحاجات اللي فيها كافيين بنسبة عالية كمان ما يتناولوها زي القهوة والشاي كمان برضو ما بينفع معاهم لانه الحاجة اللي بتأثر على المعدة ايا كان نوع المرض اللي عندها في المعدة فدائما تتناول الاكل بتاعي يكون مسلوك وتحاول ما يعني ما تدي المعدة بتاعتها كمية كبيرة تدي شوية واجبات صغيرة صغيرة عشان ما تدعب طيب يا دكتور هي المشكلة انه اي اكل تخطه إلا تاكل شطة معاهم وانا تاكل خلاف الشطة اهه اصلا هي عنده مشكلة في المعدة فما مفروض اصلا تتناول شطة ومن الحاجة اللي انا نسيت نسكولها لكنه مفروض تمتنع منعا باتة من البهارات الحارة الفلفل او الشطة ما بينفع معاها حتى الجميع انه على البهارات مفروض تتناول منا حاجات بسيطة زرات ما زي الزوار العادي فده الحاجة اللي هتكون ما بتنفع معاها طيب السؤال الثاني لشيخ إبراهيم اهلا سلام بيك بستاذ الله شيخ إبراهيم بس عايزين تدولين طريقة الكاتشوب طريقة الكاتشوب الكاتشوب اوكي طبعا الكاتشوب عبارة عن سكر وخل وموية وصلصة تمام وعصير ليمون وملح وفلفل ولو انت عايزة تديله حاجة سبايسي ممكن السوس اللي هو الهوت سوس اللي موجود في السوب بنعمل شنوء؟ على النار بنخط السكر مع الكاتشوب مع السوري مع الصلصة مع الموية مع الخل بنجلبهم مع بعض كويس بعد كده بنربط مع لكتين بتوع النشا احنا بنستخدم كوباية 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 يعني مقدار السكر زي مقدار الصلصة زي مقدار الموية وبعد كده مع لكتين خل نشا بنربطهم مع بعض وبننزل بهم على الكاتشوب وفي الاخر بنخط الملح والفلفل بتاعنا و بنسيبه يدصل على النار لغاية ما يبتدي يدينا الشكل النهائي بتاع الكاتشوب الطريقة دي بتقعد في البيت ما أكثر من أسبوع يعني ممكن تقعد في التلاجة لغاية أسبوع بتسمي كتير يا رانية طبا دكتورة احنا كده سوس المشروب بدأ يجهز يعني تدير بس شوية موية صغيرين زي ما قلت يا جماعة عشان ما في زول يجي يقول احنا ما عندنا كريمة انا زي ما قلت استخدمت الجشطة العادية بديتها شوية لبن بسيط واستخدمتها كريمة الطحي كريمة الطحي طبا دكتورة احنا كده لغاية ما الصوس يقصل على النار بلمشي فاصل ونرجع لكم طبا ورجعنا لكم مرة تانية عزيزة المشاهدين مع برنامجنا وبرنامجكم لك خاصة قبل الفاصل للدكتورة عملنا الشيكين بيكاتا ورنا للناس اللي كيف الفراغ بتتجهز كيف انها بتخش الأول بنحمرها وليخش دخلها الفرن وبعد كده جهزنا السوس سوس المشروب واخر حاجة منجهز المكارونة علشان يبقى كده الطبق بتاعنا جاهز المكارونة احنا بنخط زبدة او زيت زي ما احنا دايرين احنا بنخط حتة زبدة وشوية زيت يعني طريقاتها سهلة جدا ما فيها اي تعجدات زي ما قلنا قبل كده المكارونة ممكن تسالج ببالها زي ما انا سالجها كده وطريقة سهلة ان انا سخنها ان انا بخطها في المصفى وشوية موية سخنة تجابت الفاصل تقولي الناس بيزحمص المكارونة جابت المكارونة والروز طبعا دي انا قبل كده ما مرت علي خالص يمكن يكون فيها زي كده لكن انا على نفسي ما مرت علي خالص بنخط طوم طريقة دي ويبنجيب المكارونة بتاعتنا ويبنخطها كده يبقى كده احنا سهزنا طبعا ده المكارونة بسرعة جدا ما اخد مننا اي وقت ويبنبتدي نبدي له شوية الملح والفلفل وكده اول وجبة من وجبات الليلة اللي هي تعتبر جاهزة جاهزة بس الفراخ تستوي انا ابتدي نبدي جهز في الصحنة بتاعنا طبعا يا شوف في كتير من الناس بيزالوا انه كيف انا لما اكون نايم جسمي بيحرق سعرات حرارية ايوة انت نايم وما بتتحرك بس الاعضاءك الداخلية بتكون شغالة فطول ما هي شغالة طول ما هي بتحتاج لطاقة فجسمك بيكون اريدي شغال وانت نايم فبيتحرق نسبة بسيطة جدا قد تكون لا تذكر يمكن تكون 100 جرام احتمال تصحى من انهم تلقى لو وزن تروحك تلقى روحك ناقص 100 جرام لكن يعني ده ما معناه انه لا انا نايم معناها هحرق طاقة لا بالعكس تماما انت بتكون حارق حاجة بسيطة او لا تذكر انه انت اصلا بتحرق طاقة طيب죠 نستقبل طبعا انا استمعت البرنامج ده طوال كل يوم وبذلك يا عسيف ابراهيم ما تتعامل الجبنة المزارلة في البيت والله الجبنة المزارلة ممكن تتعامل في البيت لكن طبعا إلا يكون شغل تجاري بمعنى أنها تأخذ زمن غير عادي ومجهود غير عادي لو أنت دايرة تعمليها كفكرة بتاعة مشروع اللي أنت تشغليها شغل تجاري ممكن لكن عشان تعمل جبنة مزارلة تعمل بها بالزايا المجهود اللي بتعمل قصادها ما بيستحمل الفارق اللي أنت تمشي تشتريها جاهزة من الصور لكن هي ممكن تتعامل عادي لكن بتتعامل على كذا مرحلة ومتعبة جدا بالمناسبة يعني شغلها مثلا إحنا عملنا جبنة الجريش وعملنا جبنة الشيدر وإن شاء الله هنعمل أنواع جبنة تانية دي بتكون سهلة وإنت واقفة بتعمليها وبعد كده بتدخليها التلاجة أو زي الجبنة الجريش بتعمليها على يومين لكن ما فيها شغل ومجهود كثير الجبنة المزارلة أول حاجة بتحتاج مواد إن هي تكون بتساعد على زي التخمير كده يا دكتورة أولا إحنا نسميها المنفحة غير كده أنت بتحتاجي شغل بتاع ثلاث أربع تيام عشان تطلعي الجبنة المزارلة الله يخليك تسمي كتير يا سامي طب يا دكتورة إحنا كده جهزنا الماكرونة بتاعتنا وجهزنا الصوس وجهزنا الفراخ هنمشي بعد كده على الطبق التاني بتاعنا النهاردة اللي هي صلطة الخضروات المشوية لكن قبل ما نبتدي نشغل في الصلطة نمشي نشوف المقادير ونرجع لكم تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الفر الأخضر أي في الفر طماطم عندي في بصل وجزر وعندي طبعا زي ما انت شابها دكتورة البطاطس والأسود الأسود أنا طبعا حطيتهم فمي عشان طبعا ما ينفع ان هما يتخطوا ساقي كده عشان البطاطس ماتي السود البطاطس والأسود كده أنا الخضار بتاعي زي ما شايفين كلهم مقطعوا التقطيع ما شرط زي ما انت عايزة تجلب كلها مع بعضها كده دكتورة طريقة دي وببتدي اديها صويت اوريجانو البهار بتاعي يعني ممكن عادي على حسب الرغبة بتاعتي صح؟ بالزبط كده قادي حاجة طبعا ممكن ما تديها حاجة خالص حاجة بتدي عليك انت يعني تمام وملح وفلفل وشوية زيت طيب يا دكتورة وأنا بجلبها كده ودخلها الفرول ممكن نبص على بسائل الفيس طيب نمش نشوف الفيس بوك أصدقائنا في الفيس بوك أول رسالة عندنا من عزوزة بتقول مساء السعادة يا أحلى دكتورة منور الشاشة ما شاء الله انت والشيف إبراهيم أشكركم على طبخاتكم الجميلة دي ويا ريت تعملين أكلات سودانية أصيلة زي العصيدة والكسرة وتكون بطريقة مبتكرة احنا يا عزوزة عملنا كتير قبل كده عصيدة وكسرة عملنا حاجات كتير لكن طلبك على عين والرأس إن شاء الله هننفذوا لك عندنا كمان من نطلة بتقول مساء الخير عليك دكتورة روعة والشيف إبراهيم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف وانتوا طيبة بتقول داني تسأل من فيتامين دي تتحصل عليه كيف من المكونات أو من الخضروات الحاجات الطبيعية طيب أنا بقول لك إنه فيتامين دي غالبا في الخضروات والفواكه ما بنلقاهم متواجد بكسرة بتلقيه دايما بس أشعة الشمس دايما النقص بتاع فيتامين دي بجي للناس اللي ما بكونوا بشوفوا الشمس خالص قاعدين طوالي في البيت حتى وجباتهم بتكون أغلبة بتكون فاست فود فالحاجة بتسبب لهم ألم في المفاصل إحنا عشان نتفاد الحاجة دي مفروض شوية نطلح في الشمس عشان يعني هي أكبر يعني أكتر حاجة محتوية على فيتامين دي هي الشمس وكمان عندنا صفار البيت برضو بيكون بيحتوي على فيتامين دي وكمان عندنا زيت السمك أو عموما الأسماك وزيت كبد الحوت برضو غني بفايتامين دي دي الأكتر الحاجات اللي بتكون غنية دايما بفايتامين دي غير كده في الفواكه والخضروات ما بنلقاهم متواجد أو إذا تلاقيناهم متواجد بيكون نسبة بسيطة جدا إذن لاتقلنا ما هي ما بتأثر على حاجة في جسدنا كمان عندنا رسالة من ميس بينك بتقول مساء الخير عليكم الدكتورة روعة والشيف إبراهيم تحية خاصة لشيف محمد وبقول له بتجد منور شاشتنا السودانية وتسلم يدك تسلمي كتير يا ميس بينك وكمان عندنا أم محمد بتقول حلقة رائعة يا روعة تسلمي وأطباق جميلة وبتطلب من الشيف أنه يعمل لنا عجينة السكر لتزيين الطورة يا شيف إبراهيم إن شاء الله كمان عندنا النعمان بيقول كمان عندنا محمد بيقول السلام عليكم يا شيف إبراهيم ودكتورة روعة ممكن طريقة عمل الكريمة إن شاء الله شيف إبراهيم حيوقفك كيف تعمل طريقة الكريمة كمان عندنا فاطمة عبدو بتقول السلام عليكم شيف إبراهيم ودكتورة روعة منورين على طول منورين على طول تسلمي كتير طلبت كتير عمل طريقة خلية النحل خليطة النحل الليلة نهارد إن شاء الله بإذن الله الطبق بتاع الحلو جريب ددا من طريقة عمل خليطة النحل مع اختلاف المغادير طبعا لكن إن شاء الله بإذن الله بنعودها اللي احنا بنعمل إليها كمان يا شيف برضو كانوا دايرين طريقة عمل الكريمة طريقة عمل الكريمة أنا هسي أنا كريمة طبعا الناس دايما بتقول كريمة وتسكت وكل حلقة طبعا إحنا بنقول نفس الكلام فيه أنواع كريمة كتيرة جدا فيه كريمة شنطية وفيه الكريمة الزبدة وفيه الكريمة اللبات سري اللي احنا عملناه أو الباستري كريمة عملناه ففيه أنواع الكريمة كتيرة جدا ف 240 فلما حد يطلب النوع الكريمة يكون أنا دايرا الكريمة الفلانية عشان يبقى أحنا عارفين لكن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنغطي كل أنواع الكريمات بإذن الله largest مع الشغل بتاعنا إحنا دكتورة، الفراخ المكارونة زي ما احنا شفنا عملناها بشوية زيت وزبدة مع توما وملح وفلفل ما خطنانا فيها اكتبا من كده الفراغ بتعاتي لنا جهزت. وهنبتدي نرصها على مقرولة. الطريقة دي. كده اول طبق عندنا رحاليا بيجاهز. زبط كده بالطورة. وكده. يبقى انا جهزت طبق الاول. بعد كده بيبقى عندي السوس. طيب هنستقبل ام ابراهيم من ام درمان مساء الخير عليك. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. شيفيك ابراهيم. كيف الله يخليكي. والله طبعا انا صديقة للبرنامج. اهلا وسهلا بك. انا اشترف انت صديقتنا. وعندي يلا طلبات تعمل علينا في يعني حلغة خاصة جدا. ان شاء الله هيتفضل. يلا زي المخللات والجليل. وانواع الجبن برضو. تمام. عنديك طلب اخر؟ الكاتشاب والمعينيز وبرضو عجلة الكريمة المنوية طورقة. من العجينة السكر. طبعا احنا حاجات كثيرة من جيد طبعا عملناها يبدو انت رسا متابعانا وقريب. لكن ان شاء الله بإذن الله زي ما وعدنا سادة المشاهدين. في حاجات كثيرة من اللي عليها طلب ان شاء الله بإذن الله بنقررها تاني. في حلقات على الهوى والناس بيشوفها صوت وصورها بإذن الله تعالى. والله احنا برضو مشكركم على حلغاتكم استبدلنا منكم استفادة كبيرة يعني. الله يخليك. طبعا دكتورة ده. ان شاء الله. الله يخليك أهلا وسهلا بك. ده كده دكتورة الطبق الأولاني. بتاع الفراخ. مش انتوا هتحطيه على السمولة هنا. اكي. وبعد كده منجهز دي السلطة زي ما قلنا قطناها السلطة المشهوية في الفرن. بنمشي بعد كده بنشتغل في التورطة بتاعة البابلي كيك. طريقة سهلة وبسيطة جدا. خلونا قبل ما نبدأ فيها نمشي نشوف المقادير ونرجع لكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. هم تاني عزائل المشاهدين، مع برنامجنا وبرنامجكم لك. خاصة شوفنا المقادير دكتورة البابلي كيك. تمام؟ أول البابلس اللي هي الفقاعات. طريقة بتاعها سهلة وبسيطة جدا. زي ما شوفنا المقادير احنا هنكسم المواد الجافة والمواد السيلة. هنضع بالأول المواد السايلة مع بعض في الخلاط واللي هي عبارة عن البيط زي ما شوفنا في المقادير أربع بيضات فيها دبطورة وهنخد بجيت المكونات اللي هي عندنا طبعاً نقول بيضي بقى بنيليا أوتوماتيك مع بعض على طول وعندنا البيكن بودر واللبن البودرة والزيت اللبن السايل أنت عاملهم الاثنين مع بعض ليه؟ اللي هو؟ اللبن البودرة واللبن الحليب العادل طبعاً ناس كثيرة جداً عارفاً أن اللبن السايل الفائدة الغذائية بتاعته بتكون أعلى تاكيد عارفاً الموضوع دا لكن طبعاً في اللبن البودرة بيعمل لي قوام بيساعد لي أن الكيكة بتاعتنا زي ما قلت في أول الحلقة أن الكيكة دي ما كيكة هشة ما زي الكيكة العادية الكيكة دي بتكون شوية جريبة زي البسكويط يعني أكثر منها من البسكويط أكثر منها أنها تكون كيكة هشة فاللبن البودرة مع اللبن السايل بيساعد لي في عملية الربط دي انا عايز العجينة. تكون تجينا مادة لها عجينة خفيفة زي او زي الانجلش كيك اللي احنا عملنا. بنضرب كل المغادير كده مع بعض. اكد كده تمام? المغادير كلها بتغبط مع بعض للطورة. اوكي. بعد كده انا عندي الدقيق. زي ما قلنا في اول حلقة. الدقيق ده انا جسمه عندي كوبيتين دقيق عاديين. وكوبيتين دقيق الا ملعقتين. بخط بذل كل ملعقة وملعقة كاكاو. عشان انا عايز اعمل عجينة بنية وعجينة بيضة. ممكن اعمل العجينة كلها بنية وممكن اعمل العجينة كلها بيضة. حسب حسب الرغبة يعني. تمام? فبعمل شنوة. بخط الدقيق بتاعي اللي هو عاملينه بيه الكاكاو هنا. والدقيق اللي انا عامله ساي كده. بخطه بيجاي هنا. وبدل كل واحد فيهم رشة بتاعة ملح. طريقة ده دكتورة. رشة ملح. زي ما قلت تاني دكتورة انا داير العجينة يابسة ما دايرها. تكون جريب العجينة ده بس كبير. بالضبط كده. اه. ويجيب المخبار بتاعي. ده انا برضو بكسمه على الاتنين. ببتدي اعجن في الكمية الاولى. الكاكاو دكتورة من الحاجات اللذيذة طبعا مشروب ساخن. لذيذ جدا. ويخش علينا في الحلويات في شغل كتير جدا. ممكن تكلمين عننا شوية. اكيد يشف الكاكاو من المشروبات في الشيطة. بتديك الاحساس بالبينوين تدافي. اه. فكتير بتلقى الناس بيشربوه في الشيطة خصيصا. عموما الكاكاو هو نوع من انواع الشوكولاتة. عندنا مفاهيم كثيرة مغلوطة عن الشوكولاتة. انه لو اكلت كمية كبيرة منها. انه ممكن تأدليل زيادة الوزن. اه. للأسف الحاجة دي هي خاطئة. انه انه ممكن تتناول اه. مفروض قطعة كل يوم من الشوكولاتة السوداء. او الشوكولاتة الداكنة. عشان هي بتقوم بتساعدك في صحة القلب. وبتمنع الاكتئابات. اه. كمان فيها انتي اوكسيدنت مضادة للالتهابات. يعني فوائد الغزائية كثيرة جدا. لكن اول ما نقوم 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 نخلط ها بالحليب. ندخلها في دهون بالاشكال اللي حاليا نحنا الناس بتتناولها. دي هنا المشكلة لانه بتأدي لانه. بتأدي لزيادة الوزن لو يتناول اللي تناول منا كميات كبيرة. دايبي اشوف احنا ممكن اسناع معينة بتاعجين كده. احنا مشي نشوف فاصل لجراجين تاني. ورجعنا لكم مرة تانية اعزائي المشاهدين مع برنامجنا وبرنامج كمنات القاصة قبل الفاصل. كنا شغالين في طبق البابلي كيك. حسي الصلطة بتاعة الخضار بتاعتنا ماشية كويس. بس عين عليها كده نشوف الحاصل شنو. طيب ادكتورة احنا جهزنا العجينة. معلش اعذروني ما لازم اشتغل بيدي لان العجينة دي ما بتقدري ان انتي بسيطر عليها بي ادوانتي. طيب. حجعتنا دي هنا. جاي. زي ما قلنا دكتورة العجينة بتكون شوية متماسكة. ما بتكون اه لينا. بتكون عجينة متماسكة كمان. زي ما قلنا عملنا الشوكولاتة وعملنا اللي هي بالكاكاو وعملنا البيضة. يبقى عندنا شوكولاتة عجينة بيضة وعجينة بنية. منجيب. انا مجهز اشتركوا في القناة دايماً حلبة سخنة لأنها بتساعد في تجليل الالتهاب وبتنظف الصدر طيب يا دكتورة زي ما قلت أنا لازم نذهل إيدينا بالزيت وهي ببتدي نعمل كور يعني كده واحدة بني واحدة بيضة معنا يا أستاذة مسلمة من الشمالية السلام عليكم السلام عليكم يا شبراعين كي وصلى الله خليك الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك كيف يا دكتورة؟ أهلا بيكم سلمة كيف تكويسة؟ الله الحمد لله بالله بس بسالي يعني الإعادة طبعاً دايماً بيجي من الشغل ما بعرف الإعادة 200 حتى الحمام الإعادة بتكون الساعة 11 صباحاً والساعة واحدة واحدة صباحاً الله طبعاً معنا من عشرين ما حنكون بالتابعة يا ريس ما بتقدروا استجيباننا كده الجمعة والله إن شاء الله إن شاء الله حنعرض المخترح ده على الإدارة وإن شاء الله نقدر نوفر ليكم الإعادة بتاعاته في أوقات منازمة طيب أسألي ليس يا إبراهيم أنت البصل اللي بيت سمعه قلت أموية البصل ما عارف يعني كيف الأريسة وابدع له بيتبشر البصل بالبشارة عادي ويستحسن يكون البصل البيض عشان يكون فيه أموية كتيرة تمام؟ بتبشريه بالبشارة عادي وبعد كده بتعصريه بيدك بتاخدي منه أموية بتاعته أيوها والمكارونة ذاتي شبتها أنت ما تمس يعني حديثة عادي كده عادي كده قوالي لا المكارونة مسلوجة أنا قلمت وقلت في بداية الحلقة إن احنا بنسلج المكارونة سلج عادي جدا احنا سلجنا المكارونة أكثر من مرة لكن مواريك برضو تاني طريقة سلج المكارونة بسرعة احنا المكارونة بنخط الموية على النار بنديها شوية زيت وشوية ملح وبعد كده بنخط المكارونة بعد المياه ما تغلي الغطى ما يتغطيش المكارونة لازم المكارونة تبقى مكشوفة وانت شغالة فيها بعد كده بحط بعد ما الماكرونا ما تستوي بيه أصفيها في المصفى إحنا ما بنبردها بالموية الباردة إحنا بنسيبها تتهوى وبنديها شوية زيت وبعد كده بنستغل بيها زي ما انت شوفت كده يعني الطريقة تحت سلج الماكرونا إحنا سلجناها قبل كده لكن إحنا بنوريك اللي هي تاني لا لا معك يا مسيح وعرك الله فيكم جزاك وعلا خير تسلمي كتير شكرا لك ورسول الدكتورة حول نكفل كده زي ما شايفها واحدة بني واحدة بيضة بتعمل الشكل ده بتأخد فترة طويلة على النار بتأخد على درجة حرارة 180 بتأخد حوالي 10 أو 15 دقيقة حسب الفرن بتاعك وزي ما قلنا كزا مرة ونقول كل مرة الفرن الكهرباء بيختلف من الفرن على الغاز تمام بكده نكتوره يبقى إحنا تملنا العجينة بتاعتنا حتى طريقتها سهلة جدا سهلة جدا طبعا كلها يستيقوا مع بعضه وبعد كده هتطلع لنا طبعا دكتورة طبعا احنا عشان طبعا وقت البرنامج زي ما عودنا السادة المشاهدين بنكون مجهزين آآ واحدة جاهزة طبعا ازيكا دكتورة هتجدميها احنا ديناها جناش الجناش اللي هو عبارة عن سوكولاتة آآ زبدة وكريمة وبكده يبقى إحنا جهزنا طبعا البابلي كيك وآخر طبعا هنجدمه الليلة اللي هو طبعا الصلطة ستوت بالشكل ده دكتورة بنخط الصحن لو سمعت دكتورة صحن الصلطة بنخط الصلطة بتاعتنا على ورق خاص يبقى طبعا الصلطة بتاعنا متكامل بكل الفوائد الغذائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شوية جيبنا روزاليلا يبقى بكده احنا وجبة الليلة بتكون انتهت نتمنى انها تكون عجبة السادة المشاهدين برادة طبعا اكيد يا شيف الاطباق كانت لزيزة واكيد حتكون نالت اعجاب اغلب المشاهدين واكيد احنا منتظرين تواصلكم معنا وتورونا الحاجات الانتو حابين تدعم لكم في حلقات نكهة خاصة في الختام بشكر شيف ابراهيم وقل له تسلم كتير على الاكلات الجميلة وقل لكم في امان الله في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة